كانت العلاقات بين مصر وتركيا قد شهدت العديد من المحطات المهمة التي مهدت طريقة لتأسيس علاقات تعكس بين طياطها عزم القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة على العمل نحو تعزيز العلاقات لمصلحة الشعبين المصري والتركي ثلاثة أعوام من الجهود الدبلوماسية الحثيثة كانت تكافية لإعادة دفء العلاقات المصرية التركية إلى مسارها الطبعية مسار شهد العديد من المحطات المهمة طفت على سطح الأحداث في مارس عام 2021 بإعلان وزير الخارجية التركي السابق مولود شويش أغلو وجود اتصالات دبلوماسية مع مصر أعقبها خلال الشهر التالي موافقة البرلمان التركي بالإجماع على اقتراح بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر وهي إعلانات مهدت الطريق لنعقاد أولى جلسات المحادثات الاستكشافية في مايو عام 2021 بالقاهرة وخلال أربعة أشهر عقدت الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية في أنقرة وفي أبريل عام 2022 وصل التقارب الدبلوماسي بين البلدين لمرحلة مفصلية عندما قررت أنقرة تعيين سفير لشغل منصب القائم بالأعمال في القاهرة واستمرت الترتيبات من وراء الكواليس لتقريب وجهات النظر بين البلدين لتأتي أحد ثمار تلك الترتيبات لقاء المصافحة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي راجب طيب أردغان في نوفمبر عام 2022 خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر الذي أعقبته جلسة مباحثات وعقب زلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أعطت دبلوماسية الكوارث والتضامن فرصة لتراجع أولوية القضايا الخلافية لصالح الأبعاد الإنسانية حيث زار وزير الخارجيات السابق سامح شكري تركيا في فبراير عام 2023 لتقديم التضامن والدعم وأعقبها زيارة لوزير الخارجيات التركية السابق إلى القاهرة في مارس من العام ذاته واتخذت العلاقات بين البلدين خاصة بعد الانتخابات الرئاسية التركية منحا تصاعديا ليأتي قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر من أوائل القرارات التي اتخذها وزير الخارجيات التركي الجديد هاكان في دان لترشح أنقرة السفير صالح مطلوشن كسفير لها في القاهرة وتقابل مصر تلك الخطوة بترشيح السفير عمر الحمامي كسفير لها في أنقرة لتتوج تلك الإجراءات في نهاية المطاف بقمة مصرية تركية في القاهرة تقرر على إثرها إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قمة القاهرة تبعتها قمة أنقرة بين الزعيمين الذين شغلهما قضايا المنطقة ليستكمل تنسيق المواقف فيما بينهما ويرسمان نقطة تحول جوهرية لها ليأتي التقارب المصري التركي ضمن تحركات أوسع لتقييم العلاقات الإقليمية البينية وإعادة سياغتها بشكل يتيح لدول المنطقة مساحات تنسيق وحركة أكبر على المستوى الإقليمي تضمن تبنيها نهجا أكثر استقلالا يراعي مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية